وحول هذا الموضوع معنا عبر ستلايت دكتور محمد آزلفة عضو مجلس الشورى السعودية السابقة صباح الخير دكتور أهلا وسهلا صباح الخير عليك وعلى البحرين وعلى كل العرب نعم دكتور صدور لائحة الإرهاب من المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات والبحرين اتفقت فيه هذه الدول على تصنيف 59 فرد و 12 كيانا في قوائم الإرهاب التي ترعاها قطر كيف ترى أهمية هذه الخطوة نحو تعزيز الجهود لمكافحة الإرهاب وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة نحن نرى تحديد هذه الشخصيات في 59 شخص و 11 كيان تشكل أهم خلايا للإرهاب وأهم المتعاطيم مع الإرهاب نعم وأهم أولئك الذين يعيثون في بلادنا العربية فسادة وبكل أسف لو لم يكن لهم حاضنة ربما تبعثرت جهودهم ولكن المؤاخذة على شقيقتنا قطر أنها احتضنت هؤلاء الذين تلطخت أياديهم بدماء أبناء ألطانهم وشعوبهم ولذلك حينما قدمت الدول الأربعة الدول الخليجي الأربعة ومعها شقيقتهم الكبيرة مصر هذه الخطوة في تقديم أسماء هؤلاء الأشخاص أو هذه الكيانات لحكومة كطر فهي تقول هؤلاء الذين يعيثون في الأرض فسادة فليس هناك دولة تحترم نفسها وتحترم تاريخها وتحترم وجودها تحتضن أناس لا وظيفة لهم إلا الإرهاب والتخريب والتدمير ولا أعرف هناك في العالم ولدينا أكثر من 192 دولة منضمة في الأمم المتحدة تحتضن الإرهاب بهذا الشكل كدولة عادة دولتين في العالم إيران وقطر نحن نعرف إيران هذا وضعها بكل أسف إنها رعية للإرهاب وصدة الإرهاب داعمة للإرهاب لا وظيفة لها منذ قيامها كثورة إلا عمل الفوضى والإرهاب والتدمير والتخريب ولكن الذي استغربناه وفاجأنا بشدة هي أن تكون قطر الدولة العربية الخليجية الدولة التي ليست مضطرة إلى أن تقوم بهذه الأعمال وبهذا الاحتضام لهؤلاء الذين بكل أسف هم من أسهم في تدمير بلادنا العربية وتقتيل الآمنين العرب وتشغيل أو صرف أنظار دول عربية كثيرة بما فيها البحرين الشقيقة عن الاهتمام بالتنمية والتعليم والصحة وكل ما يتوجب على الدولة أن تقوم باتجاه وطنها نجد أن دولنا كلها انشغلت بهؤلاء الإرهابيين الذين لا ندري أو ربما ندري ولكن كنا نتأمل أن في يوم الأيام تتعدى الأوضاع قطر أن جارتنا قطر تأوي هذا الكم الهائل من الإرهابيين وتغذي إرهابيين في كثير من الدول العربية الحقيقة كانت مفاجأة والمفاجأة الكبرى أيضا حينما تحدث الرئيس الأمريكي الليلة من واشنطن بيقول أن لقطر تاريخ طويل مع تومي الإرهاب الحقيقة نحن كعرب نحن كخليجيين نحن كمسلمين ما كنا نتوقع ولا كنا نتأمل ولا كنا نعتقد أن قطر وصل بها الأمر إلى هذه الدرجة مما لا يجعل فقط تأثير قطر على ما يحدث في أمة العربية وكنا نتمنى أن نحل مشاكلنا مع قطر دون الوصول إلى ما وصلت له الأمور ولكن أعتقد قطر الآن ستكون في ثاني دولة في قائمة دعم الإرهاب وتعمل الإرهاب على مستوى العالم بعد إيران ولذا هذا أمر مؤلم بالنسبة لنا كخليجيين أن نرى دولة عربية خليجية تقوم بهذه الأدوار ليست مضطرة إليها إلا جريا وراء أوهام عجيبة جدا لا أدري من الذي ذلع هذا الأوهام في العقلية القطرية أننا لدرجة ما يدعون أن قطر كعبة المظلومين أي مظلومين وأي كعبة هذه المشكلة الكبرى التي لم تنطل على الشعوب العربية إلا على السدج صحيح لدينا سدج لدينا مغرر بهم لدينا مؤدلجين ولكن إلى متى ونحن نصبر على مثل هذه الأعمال التي قد تجرنا لسلوات ربما طويلة لو لم تتخذ الدول الخليجية المملكة والبحرين ودولة الإمارات ومعها شقيقتها الكبرى مصر التي أكتوت بنار الإرهاب أنظر إلى أكثر من ثلاثي الأسماء الواردة بقائمة الإرهابيين هم من مصر ومتفرغين لقتل الشعب المصري والأمن المصري وصرف الأنظار عن كل شيء يجب أن تقوم بحكمة مصر إلا مكافحة الإرهاب نعم دكتور محمد هذا الموقف الحازم الذي صدر من الدول العربية وصدى الدولي له أيضا يعني لم يكن وليد اللحظة ولكنه نتيجة لتداعيات السياسة القطرية على مدى سنوات عديدة حقيقة المؤلم في الأمر بأن لم يصدر عن دولة قطر ما يعيدها إلى رشدها أو تعود عن هذه السياسة فعلى ماذا تعول في نظرك قطر في هذه المكابرة أنا لا أدري على ما لا تعول فعلا هذا سؤال محير ونوجهه إلى أخوتنا في قطر على ما لا تعولون بعد أن أصبحتوا مكشوفين أمام العالم ومكشوفين أمام أهلكم وجيرانكم وأشقائكم في منطقة القليج ولعل أكثر دولة أكتوت بنار المؤامرات القطرية والتدريب القطري للإرهابيين والتمويل للإرهابيين هي مملكة البحرين أدعك عن مؤامراتها على السعودية وتهييج العوام ويعني شراء الضمم الآن نعتقد أنه كثير من مواطني هذه البلدان العربية يعني هذا القوائم التي صدرت الآن بالإرهابيين أنا أتأمل من حكوماتنا أن تصدر قوائم بالمتواطئين والذين أمتلأت جيوبهم أو بعض ضمائرهم بالدولارات القطرية أنا أتمنى أن ينكشفون أمام شعوبهم أنا لا أدري على ماذا تعول على قطر هل يتعول على إيران هل يتعول على تركيا هل يتعول على من حتى إيران أعتقد أنها لديها من المشاكل ما هي متورطة فيها ثم إيران ماهرة في أن تحارب العرب بالعرب وعلى أراضي العرب ولكن ماذا يتوقع حكومة قطر أن ترسل إيران الحرس الثوري إلى الدوحة يدافعون عن أخطائهم ودافعون عن كذا أعتقد إيران مع كل ما فيها من شر لأنها فعلا بؤرة شر لكن لا أعتقد أنها تجروا لأنها أجمل من أن تجروا على أن ترسل قوات وإلى آخره لقطر ثم هل تسمع قطر حينما تقول أن هؤلاء جيراننا يدخلون فينا وفي السيادة وما السيادة هل حين حيحولوا قطر إلى مستعمرة لو جاء الإيرانيين وجاء الأتراك فقدت قطر كل شرعيتها وكل قيمتها وكل سيادتها لأنها أصبحت تحت حماية من استدعتهم ضد من؟ ضد أخوانهم الذين يقولون يا أخوانا في قطر عودوا إلى رشدكم كفوا عن الأعمال الإرهابية كفوا عن الدعم الإرهابي كفوا عن تسخير الإعلام إعلامكم سواء عن جزيرة أو محطات كثيرة تنشرها في تركيا وفي الغرب وفي الشرق وفي كل مكان إذن أنا لا أعتقد على ماذا تعول عليه ربما كان عندهم أمل أن السياسة الأمريكية تتغير اليوم خلاص ما أتفي الرئيس الأمريكي قال كلمته بوضوح ووزير خارجيته قال كلمته بوضوح والرئيس الأمريكي يقول تشاورت مع جنرالاته تصور هل قطر بتحوج العالم كله إلى أن تهيج جنرالات وجيوش وأساطيل لكي تقبل ما طلبته من هجيرانها إخراج مجموعة الإرهابيين وإيقاف وسائل الإعلام الإرهابيين وإيقاف الأعمال التي لا تجنم وراها قطر أي شيء مهما فعلت قطر فلن تتغير هي قطر هي قطر بيغرافيتها هي قطر بجزيرتها هي قطر بإرهابيها لن يغيروا من قيمة قطر ومكانت قطر شيء ولذلك أنا أدعو من خلال هذا المنبر أن أخواننا وأهلنا في قطر أن يسمعوا صوت كلمة الحق أن أخوانهم وجيرانهم وأشقائهم وطركائهم في مجلس التعاون أن يبدأوا من الآن أن يتخلصوا من هؤلاء الإرهابيين ويوقفوا وسائل الإعلام الإرهابية وأن يكفلوا عن ذنبهم ويعتدلوا من أشقاهم يعني الدماء البحرانية لذهابات ومؤامراتهم مع المملكة العربية السعودية ومحاولة تفكيك المملكة العربية السعودية كما يتآمرون من أيام القذافي ومع كل من هبوا ودبوا ليتآمروا ومن خلال الحوثيين ومن خلال ربما الإرهابيين القاعدة وداعش إذن أنا أعتقد أن ليس لديها مفر إلا أن تكفر عن ذنبها ويأخذ الشيخ ثميم طائرته يذهب إلى شيخ العرب الآن الملك سلمان بن عبد العزيز ويعتذر ويدعو أيضا الملك حماد من البحرين والشيخ بالصباح الذي لم يقدر شيبته ومكانته في عالمنا القليجي وعالم العربي حينما ذهب في هذا الشهر الكريم يطوف على العواصم يترجى التميم اسمع صوت العقل اسمع صوت أهلك وشقائك ثم يرمي بهذا كل عرض الحائط يأخذ درس مما حصل لصدامة السين يأخذ درس لما حصل لمعامل قذافي إذن هذه مشكلة يا سيدي نعم الدكتور محمد أرزلفة عضو مجلس الشورى السعودي السابق شكرا جزيلا لك